خلينا أبدأ معك ببطولة الأمم الأوروبية بطولة الأمم الأوروبية طبعا في التوقف الدولي في مورات كثيرة جدا ستقوم شايف البطولة ازاي كان فيه برضو بعد الجدل في بداية هذه أو الويفا لما أعلن عن هذه البطولة كان فيها جدل شوية وكان فيها بعض الاعتراضات شايف البطولة نكحة بشكل كبير مؤهلة طبعا لليورو القادم في ألمانيا شايف البطولة ازاي كان نموذج لشكل جديد للكرة الأوروبية يعني هو تم استبدال نظام التصفيات التقليدي ببطولة تكون أكثر إدراراً للأموال هذا المختصر وأنه يبقى عوائد البس اللي بتيجي أكثر عدد المباريات أكثر اللعبين الأوروبيين وقتها ساعة لما البطولة دي انطلقت في 2019 كانوا بيتكلموا عن أنه المجهود البدن الخارق اللي بيحصل دوت مش منطقي لأن أنا هلعب وكل معسكر أنا مطالب أن أنا في دور الأمم الأوروبية أنا ممكن مثلا في حالة فرنسا أطلع الأخير أبوص ألاقي نفسي بره اليورو بره اليورو خالص أو بره المرحلة اللي جاء في التصفيات أو لأنه ألعب ملحق على مقعد واحد مع منتخب قوي زي ما حصل مع البرتغال وإيطاليا في بطولة كاس العالم مثلا على سبيل المسال في الملحق التعهيلي فالنظام بشكل عام يخدم المشاهد أنه يشوف ماتشاتكي النهاردة هنشوف إنجلترا وإيطاليا بكرة نشوف إنجلترا وإيطاليا وفي بلجيكا وويلزي فيه أكتر من ماتش مهم فده بيخدمنا إحنا كمشاهدين إحنا تفرج على عدم ماتشات كتير بيخدم يويف أنه بيدور الأموال كتير الفئة المضرورة الكبيرة هي اللاعب اللاعب اللي المفروض توقف الدول ده على الأقل بياخد فيه بريك يومين ثلاثة من المعسكرات اللي اتطف الناشفة يعني من الآخر اللي بيحصل إنه بيخلص مع المنتخب بتاعه بيخلص مع النادي بتاعه يعسكر مع المنتخب ما بياخدش فترة راحة عكس ما يبقى المعسكر ودي ويبقى فيه فترة تصفيات واضحة ونظام مجموعات واضح فهي ودور الأمم الأوروبية ما بيغنيش عن مسار التصفيات التقليدي هي دي النقطة المرهقة النقطة المرهقة إن دور الأمم الأوروبية ما بيه يعني لا التصفيات بتفضل شغالة بالتوازي معاها وبتفضل الأنظمة ماشية ممكن يكون ده بيوفر لمنتخبات منتخبات أقل أقل فرصة أكثر عدلا في النهاية تنازل للمنتخبات الكبرى وذي نحن شايفين مثلا مقدونيا الشمالية على سبيل المثال كانت في وبيقدموا مستويات لبقى سبيها حتى على المستويات التالت والرابع اللي كان يمكن فترات كتير ما كانتش لها تواجد على الساحة الأوروبية في اليورو بدأ من خلال تواجد هذه البطولة إنها لا تظهر في الصورة وتقدم أداء لبقى سبيه بالضبط وبدأت تبقى برضو حتة تنفسية أكثر بين اللعبين الأوروبيين المرشحين للجوائز الفردية يعني بدل من اللاعب كان بيرشح للجوائز الفردية عشان أداءه وبعدين البطولات اللي هي مثلا يورو أو شامبيونز ليج في السنة لا بقى فيه بطولة كمان بتقام بشكل دوري كل سنتين بيحسن من خلالها يعني رصيد اللاعب من التتويق بالبطولات الجمعية بطولة جديدة بتضاف بتوازي مثلا أهمية مثلا كسق قرات في النبريزبة للحاجات الفردية ولكن نجي للمعضلة الإرهاق الإرهاق البدني اللي على اللعب الأوروبي اللي بيلعب في المستوى الأول لا يعني لا يستهام به في الوقت الرهن بسبب بطولة دوري الأمم الأوروبية اشتركوا في القناة